موسيقى يسعدني أن أنهي إلى كريم علمكم بأن فخامة سيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وفياً لالتزاماته ومواقفه المبدئية قد قرر أن يخص الولايات الحدودية ببرنامج تنموي خاص وكلف الحكومة بالعكوف على بلورته في القريب العاجل وكلف الحكومة بالعكوف على بلورته في القريب العاجل وسيحظى بتمويل مزدوج من صندوق تنمية الجنوب وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية إن قرار فخامة سيد رئيس الجمهورية بإحداث العشر ولايات المنتدبة الجنوبية ينبع من منطق إيمانه بقدرات هذه الولايات المنتدبة لأن تأخذ مصيرها بين أيديها وتتطور فمنها الولايات الفلاحية ومنها الطاقوية ومنها السياحية ومنها من تجمع بين كل ذلك إن حدودنا التي تطرح علينا اليوم رهانات التهريب والممنوعات والنزاعات المسلحة يجب أن نحولها لحظائر عمرانية نامية ومتطورة فنجعل منها مراكز إشعاع اقتصادي على جوارنا ومناطق تواصل فعال ومتناسق يخدم استراتيجيتنا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ويحسننا من كل ضروب المغامرة واليأس والضغينا إنني إذ أتكلم عن المناطق الحدودية فإن تفكيري يذهب لمواطنين القاطنين في أقصى نطاق الوطن الحدودية المرابطين بها منذ عهود خلط وليس فقط لولايات مترامية الأطراف فعلى الجميع تعميق التفكير والابتعاد به لأبعد نقطة ممكنة حتى لا نترك لهؤلاء المواطنين الشرفاء على هامش الجهد التنموي الوطني اشتركوا في القناة